التغيير الديمغرافي اخطر الملفات التي تهدد النسيج الاجتماعي العراقي وتوقد نيران الحرب الاهلية تمضي ايران قدما في تطبيق مشروع التغيير الديمغرافي في العراق عن طريق وكلائها وتختار المناطق الحساسة والمهمة وفي كل مرة تكون مدينة ضحيته هذا المشروع الطائفي سامراء في صلاح الدين مخطط يتجدد باستمرار لتهجير سكانها وتوطين اخرين فيها جهات عدة تشرع في تنفيذ هذا المخطط كما تؤكد مصادر محلية ان هناك حراكا من قبل الوقف الشيعي وادارة العتبة العسكرية في سامراء بالاستحواذ على عقارات تتبع للدولة سواء للبلديات او المالية وتحويلها الى ملكية العتبة وبالفعل قامت العتبة بالاستلاء على مباني دائرة الامن والجمعيات الفلاحية والمستوصف الصحي الملاصق للمقبرة القديمة واخذت مساحات من المقبرة بعد تجريف القبور لتحويل ملكيتها للعتبة مصادرة اراضي اهالي سامراء ليس امرا حديث اللحظة وانما هو مشروع قديم بدأ فعليا بعد عام 2006 وكان رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم قد حمل العتبة العسكرية مسئولية مصادرة اراضي اهالي سامراء وقيامها بالتوسع شيئا فشيئا في المنطقة المحيطة بمقرها على حساب ممتلكات السكان بدون وجهه حق ولإكمال مخطط التغيير الديمغرافي في سامراء لا بد من وجود قوة عسكرية تطهد السكان ميليشيا السرايا التابعة لمقتدى الصدر تولت هذه المهمة وحولت المدينة الى سجن كبير يزج فيه المعتقلون من المدنيين كما تقوم ميليشيا السرايا بشكل دوري بعمليات دهم واعتقال واطلاق نار مع ما يرافق ذلك من اهانة السكان وضربهم بغية تسميم حياتهم واجبارهم على ترك المدينة العبث بالتركيبة السكانية في العراق يجري وسط صمت عربي ودولي وهو ما يعد جريمة بحق البلد الضاربي في تاريخه الحضاري